كورونا فيروس وصلت البيت الأبيض الثاني مرة والشركات كبيرة تعاني من الفيروس أنا اسمي هاب إذا كانت هذه أول مرة لألكم بالقناة فأتمنى منكم أن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس هلأ دعونا نبدأ فيديو اليوم سلام كلنا منعرف أن الشركات كبيرة سكرت محلات بيع التجزئة عندها بشكل مؤقت بسبب الكورونا في بداية شهر ثلاث حسب التعليمات التي اجت من الدولة ومن الولايات لكن مايكروسوفت مايكروسوفت قررت أنها تسكر جميع محلات بيع المفرق والتجزئة على طول وأخذت ضربة مالية 450 مليون دولار وسهمها نزل 2% لا أعرف لماذا يقرروا هذا القرار يمكن أن بيع التجزئة لم يكن موفي معهم يمكن أن الانلاين أحسن لكن هذه أول شركة تنسحب من السوق خبير اقتصادي مستشار في البيت الأبيض تكلمت عنه قبل هذا اسمه توماس فليبسون بدو يتروك منصبه ويرجع يشغل في الجامعة آخر شهر ستة أول سبعة اشي زي هيك فحصوه طلع عنده كورونا فيروس بحكي أنه فيه يوم من الأيام اجته حرارة عالية وبسبب أن الطاقة من الطبيع تنوي فيه بداية بوادر المرض اتعافة وهلأ هو كويس لكن الكورونا فيروس وصلت للبيت الأبيض هلأ أرقام الحالات الكورونا فيروس لسه تزيد في نفس الولايات اللي تكلمنا عنها فلوريدا تكساس وأريزونا ساث كرولينا الوضع عندهم مرعب وعندنا في أريزونا مرعب لكن سووا مقابلة مع حاكم ولاية تكساس وسألوا لو برجع فيك الزمن شو الشغلة اللي بتغيرها أو بتعيد النظر فيها حكا لو برجع فيها الزمن بأخر فتح البارات البارات هي كانت سبب انتشار الفيروس بهذه السرعة لأنه التجمع في البار غير عن أي أماكن ثانية لأنه البار معمول أن الناس يعدوا مع بعضه يتكلموا وكان هذا السبب انتشار الفيروس برأيه هلأ بخصوص عدد حالات كورونا في أمريكا وصلت 2.5 مليون حالة إحنا عادينا نتكلم عن أقل من 10% من عدد سكان أمريكا كل التعب والسترس اللي شفناه على المستشفيات إنها تقريبا صارت فل خاصة في النيويورك والأماكن اللي انضربت بقوة والوضع في المؤسسات الصحية كيف تعب وكيف الممرضين والدكاترة تعبوا في هذه الفترة كل هذا في أقل من 10% ولسه ضايل 90% الله يحمينا ويحميكم كلكم لكن لسه ضايل 90% وإحنا لسه ما خلصنا يعني 10% لسه ما وصلناها تخيلوا عاد شو هيصير فهذا برجع بيخلينا فكر في موضوع إنه عضاء مجلس الشيوخ لليوم بتتبعوا نظرية أصبر وراقب أصبر شوف وضع البلد كيف الاقتصاد حيتحسن ومش حيتحسن شوف شو بيصير وراقب التأثير اللي صار من كيرز اكت على الاقتصاد دفعوا فلوس بدهم نشوفوا تأثيرها لما نشوف حالات كورونافيروس اللي بتصير وكلام حاكم تكساس بيبين انه الاقتصاد هيضلوا تعبان لآخر السنة فأنا مش عارف شو بدهم دلائل أكتر من هيك يعني كل شي واضح ومبين عشو بتستنوا بدي أعطيكم مثال على شركات الطيران اجتمعوا مدراء شركات الطيران في البيت الأبيض قبل يمين وتكلموا عن ضرورة انه يكون فيه مساعدة تستمر وتساعد الشركات بخصوص رواتب الموظفين لانه كيرز اكت كفلت الرواتب لحد آخر شهر تسعة هم بيطالبوا انه الدعم يستمر لحد آخر شهر ثلاثة من السنة الجاي يعني 2021 انا بشوف الكلام على طريقتين طريقة واحدة انه الطيران شايف انه الأزمة كبيرة عميقة محتاج دعم اكتر ما بتوقع انه السوء يتحسن من هون لآخر شهر ثلاثة من سنة الجاي او انه الشركات الطيران ما بدها تدفع من المحاوشها وحابة تستغل للحكومة قد ما بتقدر وتاخد فلوس اكتر لانه الوضع الاقتصادي تعبان واذا بيمشوا الموظفين اللي عندهم راح يتعبوا الاقتصاد بزيادة والدولة ما بدها زي هيك فما بعرف الضبط شو النية لكن هم هيك مطبوا هاي اخبارنا اليوم كنت بتمنى يكون في اخبار احلى عشان اجملكم بها بس هذا الموجود بتمنى تعطوني لايك وهذا الفيديو نوصل للألف لايك لانه انا تقريبا اربع اخمس فيديوهات وصلتها ألف لايك في كل القناة فبتمنى تساعدوني نوصل هذا كمان للألف لايك واذا ما عجبكم ديس لايك بس ما بدنا نوصلوا ألف ديس لايك بكفيلوا 10 او 15 ديس لايك ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي تحياتي للجميع شكرا